اشتركوا في القناة لم يختصر الوقع أو لم يختصر الاستهداف في البحرين أو فقط على فئة معينة أو ثيار معين أو فقط على النشطة أو جماعة معينة بالشمل الجميع بما فيهم الطلاب والكادر الطبي في البحرين منذ 2011 تعرض الكادر الدعليمي في البحرين للاستهداف وقد اعتقل العديد من المعلمين والمدرسين واستهدفت جمعية المعلمين واعتقال أعضاءها كالأستاذ جليل السلمان والأستاذ سناء زين الدين والأستاذ مهدي أبو ديب الذي هو رئيس الجمعية والذي لا يزال أستاذ مهدي أبو ديب هو في السجن ويواجه حكما قاسيا ورغم من العديد من المناطمات التي خاطبت السلطة في البحرين بالأفراج عن الأستاذ مهدي أبو ديب لا أن السلطة مستمر في تعامتها بالاستمرار في سجنه وحبسه العديد من الطلاب هم في السجن الآن والعديد منهم من الطلاب تعرض للتعديد والعديد من الطلاب تم اعتقالهم من المدرسة وهم على مقاعد الدراسة والذي حقيقة المسؤول الأول عن كل هذه الاعتقالات من المدرسة واستهداف الطلاب هو المسؤول الأول يبقى وزير التربية الذي هو عسكري صادق ولا زال يعمل بعقل عسكري ويدير وزارة التربية بعقل عسكري وهذا ما جعله يعني يكثر من استهداف في الطلاب خصوصا في بعد 2011 في إحصائية خرجت قبل بدء العام الدراسي الجديد والذي أشارت إلى أن عدد الطلاب المحرومين من الدراسة هم ما يقارب 170 طالب وبالتأكيد هي إحصائية يعني ليست دقيقة أو ليست كاملة وهناك الكثير من ما تم إحصائها أو ما شملهم هذه الإحصائية ولكن حتى ولو يعني افترضنا أن هذه الإحصائية كاملة يبقى العدد هو كبير بحجم الطلاب أو المستوى الطلابي في البحرين أنا أعتقد أن السلطة أو النظام في البحرين مستمر في سياسة التجهيل والذي فصل العديد من الطلاب سوى طلاب الجامعات أو طلبة المدارس حتى أصبح الطلاب مضحايا تعذيب والطالب أصبح قتيل في البحرين أو شهيد كالأطفال الذين تم قتلهم العديد منهم طلاب شهداء الطفل الشهيد علي الشيخ والطفل الشهيد سيد هاشم والطفل الشهيد سيد أحمد شمس الآن أصبح من المهم ومن الواجب الوطني والمسؤولية التامة على الطلاب في مواجهة هذه السياسة التعنتية التي تمارسها السلطة تجاه الطلاب والجيل القادم والذي هي حقيقة تريد أن تخلق جيل قادم جاهل لا يعيب حوقه وعلينا نحن كطلاب ونحن كأبنائنا وأخوانا أو أخوتنا يعني لا يشمل بس الطلاب فئة الأبناء حتى البنات في مواجهة هذه السياسة ومقاومتها حتى لا يصبح لدينا جيل جاهل لا يعيب حوقه وهو الذي يعمل عليه النظام منذ مشروع تقرير البندر الذي استهدف هذه الفئة وشكرا لكم اشتركوا في القناة